طالبت مصر بالوقف الفوري لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في عدد من القرى الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة وما أسفرت عنه من وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين وتدمير وتقريب عدد من الممتلكات وأكدت وزارة الخارجية في بيانها رفض مصر الكامل لأعمال الترويع والترهيب والعقاب الجماعي التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين منوهة إلى أنها سبق وأنحذرت من مخاطر وتداعيات التصعيد المستمر من جانب إسرائيل وآخره اقتحام مدينة جينين منذ يومين وما أسفر عنه من ضحايا وإصابات في حلقات عنف متتالية كما شددت مصر على ضرورة كسر حلقة العنف القائمة بشكل فوري حقنا للدماء ومنعا للمزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية وخروجها عن السيطرة وكي تتمكن مساعي وجهود التهدئة من جانب الأطراف الإقليمية والدولية من تحقيق أهدافها